اشتركوا في القناة والعظات فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته كلها مواعظ وعبر وعظات وفوائد النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الخلق عليه الصلاة والسلام وخير من يعامل الناس بأخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام لذلك كان من سيرته ما كان من هذه الأخلاق الحسنة التي مجرد أننا نسردها يستفيد منها الإنسان ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أحسن الخلق وأفضل الناس خلقاً عليه الصلاة والسلام نكمل أيها الإخوة ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية من ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حادثة بيعة العقبة الثانية وهي لا شك أنها من أعظم الحوادث ومن أكبر الحوادث التي تحتاج منا أن نذكرها أن نذكرها بتفصيل كعب بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ابن عباس وكان معه يعني مع كعب البراء بن معرور رضي الله عنهما ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يواعدوه لكي يبايعوه رضي الله عنه هو والرهق أو أولئك المجموعة من المسلمين الذين جاءوا من المدينة كعب بن مالك رضي الله عنه ذكر في حديثه هذا أنه جاء أو جاء هو وقومه سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين وكان بعضهم يعني يسروا يعني يسروا موقف هذه البيعة لا يريدون أن يظهروها لكي لا يعلم المشركون من قومهم فيخبروا أهل مكة لذلك كان من أولئك الرجال المشركين الذين كانوا معهم في الحج رجل ذا حكمة وذا مكانة وذا قيمة وقد ذكرنا أيها الإخوة في الحلقات الماضية أن أولئك الرجال الذين لهم تأثير ولهم مكانة يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة على إسلامهم لأن لهم تأثيرا على من خلفهم أو يؤثرون على من خلفهم من قومهم كان من أولئك المشركين الذين جاءوا معهم من المدينة رجل له مكانة وشرف وسيد من سادات أهل المدينة وذا شرف وهو عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه وأرضاه وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه راوي الحديث المشهور هذا الرجل كان معهم في تلك الحجة فقال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو راوي الحديث يحدثنا عما حدث في ذلك قال كعب رضي الله عنه وقلنا له يا أبا جابر يعني يريدون أن يكون معهم مسلما مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وكان رجلا دا مكانه رضي الله عنه فقلنا يا أبا جابر يقول كعب بن مالك إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإن نرغب وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا يعني يرهبونه من أن أولئك المشركين ما هم إلا حطب لنار جهنم وهم قد تفقهوا في دين الله عز وجل وعلموا ما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين وما أعده الله جل وعلا لأولئك المشركين في نار جهنم فقالوا إنا نربأ بك على أن تكون حطبا للنار غدا قال ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء الاثنى عشر الذين سنذكرهم انظروا أيها الإخوة الإنسان لما يكون صادق مع الله جل وعلا يبارك الله جل وعلا في كلماته كعب بن مالك يقول عز في نفسي أو حز في خاطري أن يكون عبد الله بن عمر بن حرام وهو شريف من شرفاء أهل المدينة أن يكون حطبا لنار جهنم قال فأتيته فقلت له أو نصحته وأردت له الخير ودعوته إلى الإسلام وقلت يعني أربأ بك أن تكون حطبا لنار جهنم انظروا لما تكون الكلمة خارجة من القلب وقعت في قلبي عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه فأسلم مع كعب بن مالك ومع أولئك المجموعة من الأنصار وحضر بيعة العقبة الثانية وكان أحد النقباء وهو قد خرج من المدينة مشركا نكمل بعون الله جل وعلا بعد الفاصل هياكم الأخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والأنصار الذين قدموا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي كانت الانطلاقة الحقيقية لخروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة كعب بن مالك رضي الله عنه لما رأى أن هناك رجل له تأثير وله مكانة وسيد من السادات أراد أن يحظر وأن يسلم فيدخل في دين الله ويحظر هذه البيعة وهو عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر بن عبد الله راوي الحديث المشهور رضي الله عنهم جميعا فدعاه إلى الإسلام وهدى الله جل وعلا قلب عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنه ولا شك يرجع ذلك أيها الإخوة لصدق نية كعب بن مالك وأنه مخلص في كلماته رضي الله عنه فالكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب وهذا الذي حدث مع عبد الله بن عمر بن حرام أنه دخل وأسلم مع النبي صلى الله عليه ومع الأنصار وعبائع النبي صلى الله عليه وسلم بل كان أحد النقب الاثنى عشر الذين سنذكرهم بعون الله جل وعلا في الحلقات القادمة نقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنصار لم تكن هناك همجية وحشاه صلى الله عليه وسلم بل كان هناك أمرا مخططا مدروسا مرتبا منظما فكعب بن مالك قال جئت أنا والبراء بن معرور لكي نأخذ موعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي الحج الحج ينتهي في أيام التشريق أو يوم عرفة ويوم النحر بعده قال بعد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث أي أو وسط أيام التشريق وهو ثاني أيام التشريق وأيام التشريق كما ذكرنا ثلاثة اليوم الحادي عشر من دل حجة والثاني عشر من دل حجة والثالث عشر من دل حجة وهذه تسمى أيام التشريق وقد ذكر العلماء سبب تسميتها بأيام التشريق قيل لأنهم كانوا يشرقون اللحمة على الشمس وقيل أن لا يذبح إلا بعد غروب الشمس وقيل غير ذلك من الأقوال نقول أن أنصار وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر يدلنا على أن ديننا دين نظام ودين ترتيب ودين يحثنا على أن يكون الإنسان مرتبا في مواعيده فهم أخذوا موعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعلم بهم أحد وأخذوا معه موعد بعد ثلث الليل كما قال كعب بن مالك قال فواعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق في العقبة عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الأولى يعني في ميناء ولا شك أيها الإخوة أن ديننا دائما يدعونا إلى النظام ويدعونا إلى أن يكون الإنسان مرتبا في مواعيده مرتبا في كلامه أيضا يدلنا أيضا على هذا الترتيب ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار من ذكر مثل هذه البنود التي قامت عليها البيعة لذلك دائما يفترض علينا أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب مواعيدنا وفي ترتيب أمورنا كلها كما كان هديه صلى الله عليه وسلم بعون الله جل وعلا نكمل ما كان في هذه البيعة في الحلقات القادمة والحمد لله رب العالمين